السلام عليكم وياكم زياد علي بهذا الفيديو راح نحشي عن ترتيب الصفات بهذا الموضوع ادنافض اربع صفات وحدة الها افضلية على اللخ فاول صفة هي الحجم هاي الصفة الها افضلية على باقي الصفات يعني انا لو اردت عدد الصفات اول شي اذكر الحجم لو عندي خمسين صفة اول شي اذكر الحجم فالحجم مثلي ايش مثل بيك كبير سمول صغير لونج طويل شورد قصير لارج كبير ثاني صفة هي اللون مثلي ايش مثلي الكلارفول يعني ملون القرين يعني اخضر بلو يعني ازرق ريد يعني احمر وايت يعني ابيض بلاك يعني اسود فاني هسا لو عندي حجم وعندي لون شا سوي اخلي الحجم بالبداية لان الحجم الى افضلية على اللون هسا ثالث صفة عندنا المادة المصنوعة منها يعني هو هذا الشي يبدو عدد صفاته من شينه مصنوعة عندك كتن يعني قطن غلاس يعني زجاج متل يعني اه معدن وادن يعني خشب والن يعني قطمي انا هسا لو عندي حجم وعندي لون وعندي المادة المصنوعة منها اول شي اخلي الحجم وبعدين اخلي اللون وبعدين اخلي المادة المصنوعة منها لان الحجم الى افضلية على اللون واللون الى افضلية على المادة المصنوعة وهس رابع صفة الاسم يعني هي الحاجة شنه هاي المصنوعة شا اسمه قدك سويتر يعني قمصلة سبون يعني خاشوقة سسبون يعني جدرية واي شي مصنوع هس ناخد هذا المثال الوزاري ذي آر ومنطق خيارين كتن كالارفول وكالارفول كتن الخيار الأول منطق كتن وبعديين كالارفول يعني القطن المادة المصنوعة وبعديين مطيك اللون بالخيار الثاني مطيك اللون وبعديين المادة المصنوعة احنا المادة المصنوعة هي ثالث صفة واللون ثاني صفة الثانية الها افضلية اقوى اللون اقوى من المادة المصنوعة فالخيار الصح هو كالارفول كتن يعني قطن ملون لانه الكالارفول اللون الى افضلية على المادة المصنوعة ولهنا ننتهى الفيديو وشكرا لكم